انطلقت اليوم أعمال منتدى المال والأعمال لمكافحة الفساد من تنظيم شركة كونفكس انترناشنال شينميم لام وبالتعاون مع مصر في لبنان في فندق فينيسيا بيروت وتخلل المنتدى جلستين حواريتين الأولى بعنوان الخطط الإصلاحية وفرص النجاح والثانية تناولت محور القطاعات الإنتاجية أمام التحديات الكلمات شددت على محاربة الفساد من خلال آليات وقوانين تتطلب تعاونا مشتركا بين الجميع سعيا لحماية المال العام وصونه وإلى أن معالجة الفساد تحتاج إلى قرار على مستوى القيادات العليا ففي موضوع الفساد ومكافحته ليس للبنان أي علامة مضيئة يضاهي بها بل إننا نحرج عند ذكر ترتيب بلدنا عالميا ومن يتقدمه ومن يليه في مؤشرات مدركات الفساد طلب من المصارف التقيض بالعقوبات المطبقة في أي بلد وذلك لدى استخدامها عمولات هذا البلد أو لدى تعاملها مع المصارف المراسلة في هذا البلد وذلك على مسؤوليتها لا يمكن أن أتحدث عن انتظام للعمل وعن تجاوز لواقع الفساد والدولة لم تستطع بمؤسساتها أن تنجز موازنة عامة للدولة منذ عشر سنوات وحتى اليوم يشار إلى أن منظمة الشفافية الدولية وضعت لبنان العام الماضي في المرتبة 136 من أصل 174 دولة وهذا تصنيف سيء ويؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي العام